بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فذقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم ميثاقا وليظا فبما نغضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم قولهم على مريم بهتانا عظيما فقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فإن الذين اختلفوا فيه لفي شيك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتله يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا وحرمنا عليهم ضيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فأخذهم الرباب قد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فأعتدنا للكافرين منهم عذابا إليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أبحينا إليك كما أبحينا إلى نوح والنبيين من بعده فأبحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وبيونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا فرسلا قد غصصناهم عليك من قبل فرسلا لم نغصصهم عليك وكلم الله موسى تقليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ولالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ضريقا إلا ضريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله سيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بلحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم برع منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر وسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيغفيهم أجورهم ويزيدهم من طوله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا إليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس ورجاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراضا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ثنتين فلهم الثلثان مما ترك فإن كانوا إخبتا رجالا ونساءا فلذكر مثل خز الأنثيين يبين الله لكم أن تظلوا بل الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ألثوا بالعقود محلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعاعر الله ولا الشهر الحرام ولا الهديا ولا لقلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فغلا من ربهم ورغوانا وإذا حللتم تستاطوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعابنوا على البر والتغوى ولا تعابنوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والذن ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمبقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستغسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوكم وخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لإسلام دينا فمن وضر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجبارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وتعاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتظهروا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء أفلم تجدوا ماءا فتيمموا سعيدا ضيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاغه الذي وثقكم به إذا قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآل قوم على ألا تعدلوا يعدلوا وأغربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أسحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله نيفا وبني إسرائيل وبعثنا منهم ثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أغممتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأغرارتم الله وردا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فغل ول سباء السبيل فبما نغوهم ميثاغهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مباظعه ونسو حظا مما يذكروا به ولا تزال تضلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعف عنهم فاصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاغهم فنسو حظا مما يذكروا به فأغرينا بينهم العداوة بل بعواء إلى يوم الغيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رغوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم بأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء فالله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير الله على كل شيء قدير وإن قال نوسى لقومه يا قوم ذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي بأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين فتل عليهم بابني آدم بالحق إذ قربا غربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأغتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصوت إلي يدك لتغتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأغتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار فذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يباري سبعة أخيه قال يا بيلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأباري سبعة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقن جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقدع أيديهم وأرجلهم من خلاف أذي فومن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إله البسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فالسارق فالسارقت فاغتعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله وفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء فالله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مباضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرب عنهم وإن تعرب عنهم فلن يضروك الشيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقصد إن الله يحب المغسطين وكيف يحكمونك وعندهم التمرات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التمرات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفزوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشغوا الناس بخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنت بالأنت بالأذن بالأذن بالسن بالسن بالجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التمراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التمرات بهدى وموعزة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فإن حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعد ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتملهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهتل قوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أرسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأسبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فاضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما بليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة بيؤتون الزكاة بهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناذيتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم الغرضة والخنازير وعبط الطاقوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدعوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مولولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بصوت طال ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فألقينا بينهم العداوة والبواء إلى قوم القيامة كلما أبغدوا نارا للحرب أدفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أغاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من ثبقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مغتصفة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم فالله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأباه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لينمسن الذين كفروا منهم عذاب إليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيب نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم غرا ولا نفعا بل الله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد غلوا من قبل وأغلوا كثيرا وغلوا عن سباء السبيل لعن الذين كفروا من مني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخت الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسعون لتجد أن أشعد الناس أعداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد أن أغربهم مبدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم مقصيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون